الله هكذا يكشف المنافق وكثير من المنافقين انكشفوا انكشفوا المنافقين اهو كيف كشفتوهم بعض الذين خافوا ان يعلق زينة على باب دكانه وخاف ان ايضا يضع بعض الالوان الخضراء او الاسراجات الخضراء على دكانه او بيته ليش لانه منافق منافق الله مرة واحدة منافق نفقهم مرة يعني وعدهم يفسروا بعدها اذا هذا منافق يعني في الدرك الاسفل من النار والكفرهم في الدركة الاعلى اذا هذا المنافق اللي ما عملش الرنج وكذا هو اخضر من الكفر وممكن يستبع احمالك وعرضك ودمك وكذا عشان ما عملت شوية رنج ولا علقت شوية خرق ولهذا عندما حدت خرقها الآن فوق راسي يعتبر نفسه خلاص مؤمن مكتمل ايمانه من قبل بدون خرقها كذا يعتبر نفسه منافق واصلع بس بعد الخرقها خلاص يعني يحكموا عليك بنفاك لمجرد شوية ترنجوا لون اخضر بس بس من خلال لون اخضر لون اخضر وزينة خضراء كشفة الواقع من المؤمن ومن المنافق من الذي يحب رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن الذي لا يحبه بشكل واضح بشكل واضح حكذا يصنفوا المنافقين ولي مش منافقين من خلال اللون يعني عد وقت النبي ما عرف المنافقين لا بعد ما نزلت آيات ووحي وكذا أما هؤلاء من خلال اللون خلاص أرحب بكم عدد خضر الرباء وعدد ما خضر المخطرون وعدد ما علق الخرق الخضراء المعلقون وعدد ما رنج المرنجون وأنقول لكم تحايا سيدي ومولاي السيد شل وعلم الهداء السيد كيميكو أيها الأحباب الكرام كثيرا ما نسمع هذه الأيام أناس يقولون فلان سارق فلان قاتل فلان قاضع طريق يا هذا هل ذهبت إلى بيته ورأيت لون باب بيته هل رأيت سيارته هل ذهبت إلى متجره أو محله فإذا رأيت لون باب بيته أخضراء ورأيت سيارته مرنجة باللون الأخضر ورأيت باب محله معلقا للخرق الخضراء فهو مؤمن مؤمن مكتمل الإيمان فالأخضر يجب ما قبله وكما أكد على ذلك الشاعر بقوله عاشق الأخضراني وأصابها الإيراني أيها الناس إذا أردنا أن نفرق بين المؤمن والمنافق فهناك ثلاث علامات للإيمان أذكر لكم منها أربعة وهي الخرقة الخضراء واللون الأخضر ودليلنا على ذلك قوله أخضر لقيت أخضر من قيل جن بيت الآنسي فإذا كان باب بيت الآنسي ليس أخضراء في قيل جن بيت السنيدار أو بيت الحارثي وأيضا قوله أخضر من الله لا مضر ولا شيء وأيضا قوله أخضر سحرني سفاره وأيضا قوله خاضرك يا بيتبي ولا تنسوا أن ترددوا في هذه الأيام المباركة أولى السيد خضاري 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 وخاضركم الخضري جنانوني